في هذا الفيديو سنرى مجموعة من العبارات المستعملة في حياتنا اليومية والتي نحتاجها إما لطلب معلومة أو لطلب المساعدة من شخص أو مجموعة من الأشخاص هل طلب من l' Ouais يؤمن التج Люمكه إنهم عبد الله عادي سيرادة Bowlية هل طلب م PL Bernيان هل Le طلب ممكن intelligentه على Salüاني في حالة كنتو أتحدث إلى مجموعة من الأشخاص أو شخص غريب كنتو أتحدث إلى مجموعة من الأشخاص أو شخص غريب سأخبرك سأخبرك Est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin pour aller à l'école ? Est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin pour aller à l'école ? Est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin pour aller à l'école ? Est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin pour aller à l'école ? Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il te plaît ? Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il te plaît ? Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, avec plaisir 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 في حالة لم أستطع المساعدة يمكن أن أقول Désolée, je ne suis pas vraiment sûre أستعمل غالبا هذه العبارة في حالة ما إذا كنت غير متأكد من أنني فعلا قادرة على المساعدة أو لا Désolée, je ne suis pas vraiment sûre في حالة طلب مني مثلا مكان تواجد مقر ما أو تأكيد معلومة ما يمكن أن أقول ببساطة Désolée, je n'en ai aucune idée Désolée, je n'en ai aucune idée حرفيا آسفة أو آسف لا أملك أي تفكرة أو لا أملك أي تفكرة معنى الموضوع Désolée, je n'en ai aucune idée Désolée, je n'en ai aucune idée الآن سنرى بعض العبارات لتوضيح شخص ما على أمل اللقائي به لاحقا العبارة الأولى Salut يمكن أن نستعملها عندما نلتقي شخص ما أو عندما نريد مقادرته Salut Bonne journée Bonne journée Bonne journée يوم سعيد Bonne journée نستعمل هذه العبارة غالبا في الفترة الصباحية في الفترة المسائية يمكن أن أقول Bonne soirée 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 بدأ أسابير أبينتو 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 أبليتار 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 هذه العبارة نستعملها في حالة كنا سنلتقي نفس الشخص في نفس اليوم بعد بضع ساعات أبلتار في المساء مثلا أبلتار 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 أبليت�� أبلتار 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 هذه العبارة هي.. في الاصل عبارة مختزلة لعبارة أبلتار إغلاي أبلتار لفترة أبلتار أبلتر حرفياً إلى المرة القادمة في هذه الحال أنا لا أعرف متى سألتقي نفس الشخص في اللغة العامية للفرنسية ستجدون هذه العبارة مستعملة بكثرة لكي أضيف بعد الباقة إلى العبارات السابقة يمكن أن أقول أو في سرطة الإحتراب mintба دعوا في طرف على النهار واحد قبل هذا اضيف حيزي حيزي ج談 في اللغة العامية يمكن أن نجد بعض العبارات الدخيلة من لغات أخرى كالإيطالية مثلاً إلى اللقاء